نحن نحكي عنه اللي هو سلبيات بطاقة الصراف الآلي من سلبياتها بانه الجهاز ممكن انه يعرض للعطل ويخرج من الخدمة تنين انه ممكن امكانية استخدام البطاقة من غير صاحبها في حال فقدانها اذا عرف عندي الرقم السري ممكن حدا ثاني يسرقها ويستخدمها يسحب منها مصاري وثالث اشي بانه حصر البطاقة داخل الصراف الآلي لعيب في الجهاز احيان بيكون جهاز الصراف الآلي فيه وعله وبيسحب البطاقة لما زي هيك فبتصير انا مضطرة اني اروح للبنك لحتى اخذ بطاقتي من اول وجديد بشكل عام هاد هو درسنا كامل ما فيه اشي يعني درسوني وشوفوا في عندي التمرين بامكانكم تطلعوا عليه الموجود عندي اياه 12 واحد لحتى تشوفوا كيف كيف تستخدم بطاقة الصراف الآلي مغلط انكم تقرأوا وتطلعوا عليه اللي عندها اي سؤال تبعتلي اياه على الخاص وان شاء الله بتكون اموركم تمام تمام طبعا عندكم واجب سؤال ثلاث سؤال اربعة للجميع تحلوا وتبعتوا لي اياه على الخاص حتى ارشوف اجاباتكم اشتركوا في القناة